مع اقتراب بزوغ شمس الانتخابات تتخندق القوميات في كاركوك ليلوح التركمان بمطالب عدة أبرزها إضافة اللغة التركمانية في البرلمان وموازات ثقل التركمان في التعيين وإعادة التوازن في الرئاسة الثلاثة إضافة اللغة التركمانية على خلفية منصة الرئاسة وكافة قطع الدلالة في بناية مجلس النواب وإلى موقعكم الألكتروني الرسمي في الشبكة الأنكبوتية ثانيا تخصيص نسبة معينة منصفة للمكون التركماني بما يوازي ثقله في العراق من التعيينات المستقبلية على الملاك الدائم في الرئاسات الثلاثة وكافة الوزارات والجهات غير المشتبتة بوزارة وبكافة أشكالها الأحزاب العربية أشارت لعدم وجود تمثيل عادل وإن الواقع يقول إن المكون العربي الأكثر مظلومية كون المناصب المهمة موزعة بين المكونين الكردي والتركماني على الأرض هناك تقاسم فعلي لكن بنسبة متفاوتة الكل يدعي إنه مغبون حقه في هذا التقاسم لكن الواقع يقول إن العرب هما الجهة المظلومة أكثر من غيرها في هذا التقاسم حتى ولو كان المحافظ أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة من المكون العربي إلا أن باقي المناصب أيضا هي تتوزع بين الأخوة الكرد والتركمان ولا يوجد تمثيل عادل المكون العربي في هذه المناصب لإنهاء أزمة التجاذبات بين الفرقاء السياسيين يرى مراقبون أن يكون تقسيم المناصب متوازيا بين الكتل السياسية لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك